إن الإنسان خاص هو يدوي يقول لك أنا ما عنديش تقاف راسي إيه واشنو ما عندكش تقاف راسي كاسبخة قلس سكتير واحد لاناليز راسك تأكس بوزال هذيك المادة التي تقول لك واحد له ستخاس يعني كتخاف من الزن تخوتيان دوز الزن تخوتيان لونك هذك واحد بالنسبة لي زادني التقاف النفس وكان واحد الناجح غيدك لوبة اللول واحد الحاجة زوين اللي خصتكم عندنا في المجتمع اللي هي في التواصل اللي فيدباك بالعربية كتسمة التغذية الرجعية بلا ميعاد مرحبا سي أميل كوت مرحبا سي طارق أهلا وسهلا ومرحبا الله يبارك فيك شكرا كنا كنا نقول لهم ونعود لهم كيف حدثت القصة بلا ميعاد تذكرني كيف حدثت القصة بلا ميعاد بلا ميعاد هذي القصة جت هو النار اللي كنت بديت لقصة انستاغرام ديالي كتي جيسي عندي دلي واحدة زيارة واحدة تفعة في المكتب في المكتب بجيسي عاد تشجعني اه باش نحضر معاك وصافي مكانت فيزيت شوية قررنا باش نديروا واحد لانتربيو عنا ويك بلا ميعاد وطرنا ذاك لانتربيو اللي كانت فيه اكسيدون اللي بزاف ديالناس عجباتهم وليت معرفت وليت بزاف ديالصحابي يقول لي فينا الاخسيدون فينا الجلادياتور فاكلتي جلادياتور قلتي اكسيدون وحنا نأخذ الفكرة وكملنا وحنا اليوم بلا ميعاد دخل عدنا في بروغرام ديالنا البرنامج الأسبوعي ديالنا عدت بلا ميعاد عبارة على بودكاست على بودكاست مغربي اللي كان يكونوا فيه انا وياك ولكن نعرضوا فيه على ناس يكونوا معنا ضيوف وليس نكونوا انا وياك ولكن هو بودكاست 100% مغربي بلا ميعاد بلد بلاز واق بلاز واق بلاز باكيك البادي بالبادي والبادي أفضل أزمينة شادك لفديسي انتاو لفديسي أنا والبادي أفضل مرحبا ودبا نحن نبلونلي في دوم وشد وليس هكذا دوم وومايا بداية إن شاء الله لعد بانات الفمارس بباع لدينا شهرين خطة عامل في شهرين بيننا وإن شاء الله في شهر يناير 2024 لحين الله إن شاء الله رحمن رحيم لدينا برنامج واحد آخر سيكون ستوديو واحد آخر في مكان آخر إن شاء الله نحن نخدم على هذا الشيء إن شاء الله لا يوجد شيء سهلا أصدقائي صديقاتي لا يوجد شيء سهلا في الدنيا وقد بدأت حاجة عبسيطة غير بداء غير نجاحات مستمرة كيف تكون عندك تثقة في النفس أن تبدأ شيئا سمح لي أنا رضا 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 حلق ميد لدينا ترى بحل أضر مني لبرد هذا الموضوع لدينا تثقة في النفس بأنك تبدأ شيئا وأنني أصدقائي في المعاد أصدقائي أول مرة بدنا نعنوك في هذا الكرسي هذا وصلنا إلى الحلقة الأولى أو الحلقة الثانية هذا الشيء بالنسبة لي أصدقائي في النفس وكان نجاح أصدقائي الأولى أنك نقصت أنك تنقذي الأولى ودخلت إلى الأولى والأولى الذي قبل أن أبدأت في إنستغرام هو كان نجاح ما شاء الله أصدقائي في الثقة ولكن إذا أسمحتي لي وأنت تفهم شيء حسن مني يمكنني أن أعطي بعض التعريف عن الثقة في النفس كيف نرى بالمنظور علمياً علمياً لا أريد أن ندخل في مسائل علمية ولكن سأعطيك المنظور للثقة في النفس أنا أقول بأنه لا يوجد شيء واحد تطلع فيها الروح لا يوجد ثقة في النفس ثقة في النفس كينا وهي تختلف لا يوجد شيء حوائج عندنا فيهم ثقة في النفس ولا يوجد شيء حوائج عندنا فيهم ثقة في النفس جميل جداً لذلك أن الإنسان يقول لك أنه لا يوجد ثقة في رأسي لأنه لا يوجد ثقة في رأسي ولكن سأقوم بإناليز على رأسك أقوم بإناليز على رأسك تعمل على رأسك وتعرف المسائل التي لا يوجد فيهم ثقة في النفس كيف سيعمل على رأسك؟ لأنه لا يوجد ثقة في النفس لان يبدأ في غير يوعي لا يوجد ثقة في النفس لإعياد الم침ت getting to the telephone �� فهو يحدد ليس للثق في النفس هذا يكفي هذا ي認識 أن ن metals Gabrielle في لقاءات العمل لذلك سوف يطلق عن الخطار الفؤاد التي يعني هم خطأ في النفس ثقة في النفس وهو يطعف رأسك وتتوكلها كي تشطيح الضو hamas أنا سأقول لك قل لي كيف هش أنا وحسيد ما عنديش تيقى في النفس اللي كان دير لقاءات العمل كان عراق وما كان قداش نخرج لك شي لأي وانا قد نفسر لك بأنك انت ما عندك تيقى في النفس عندك الخوف تحيد الخوف ديالك كيفاش غنحيل الخوف واشوف إلا ما قديتش تحيد إلا ما غدتش معايا أوبو غدتش معايا إذا ما تفصل لي يا شنو خصوية الدار ولا ما متافك معاك لا وانا ما عديش نقول لك كيفاش غديتحيد الخوف ديالك رخصك تخدم بأنك تبقى تحدى طلع على بار ديالك لو انتخوتين الأول ما جابش لا لو انتخوتين التاني ما جابش لا يخصك تحدى رأسك تسافد من اللي كيف يأتي الإسهال من اللي قدم كيف يأتي الإسهال من الكرس ديالي كتتحرك على اليمني كنفلان تخوتين نترى ما عندك اتقى في النفس تماما تماما كتخرج كتخرج وشنو ندير دونك إلا أنا في نظري إلا ما قديتش بأنك تحدد هناك مشكلة في النفس أنا قلت لك عندي أحدophrenS لكي تتعرف كواتش ممتع أو لا تتعرف كواتش ممتع نتقديم وعرف كواتش لديك جربة حياة بعد ذلك بالطبع الكواتش الذي تنقلب عليه هو من يريد أن نأخذ كواتش نرى كواتش نرى ديبلوم نرى لاشين يوتيوب نرى كيفية الناس نرى كيفية الناس نرى كيفية حقيقية نرى الكواتش في انستغرام نرى الحضور في المؤسمرات وفي المعارض نرى الناس الذين دخلوا لهم وعرف كواتش أعرف كواتش مزيئ قد تتعرف ما يحدده موجودة تشعر لأن تتعرف الكواتش ستعرف الكواتش في عمد 21 عام و هي المحبط و يمشي خائف وأيوه مغلوب عمشته أنهم مغلوب بالله في عمد 21 عام و يمشي مهزة بالتقه في النفس و يمشي مركز على مسائل لتينمتريي مثل أنا لا أحاول أن نزيد من رأسك هذا ما الذي يوجد فيه فيه ندوي عليه ونكون مترزيه وحافظه إذا أحاول أن نزيد من رأسك على السبب وعالتك سيقع عليه مشكل وسأعود أن أصبح أسرع وسأعود وسأعود كل شيء جيد بعد أن أقول الحمد لله لا أوجد مشكلة في التحديد ومعالتك في التحديد ومعالتك في التحديد والذي يقول أنه أمين سأعود بشكل أخرى الناس الذين يقولون البيهيفور والكمبرتما يقولون الإكسفوزيشن الإكسفوزل هذه المادة التي تقولها أحد الأمر يشكل يعني تخاف من التحديد الأول ليس هو التاني ليس هو العاشر ومن ثم لا يوجد يعمل كانون اليوم ليس كاميرا ليس كاميرا تعلم وتقنى ذلك ما يقف لا تخاف بقدر أن تقول سألتك 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 بالراسي هذه الإكسفوزيشن تضع راسك في الاسيواشن هو الذي سيجعل تزيد القدام هذا الاحتكاك في المنطقة التي لديك فيها مشكلة أو في التصرف التي لديك فيها مشكلة تكون الحاسة التي ستجعلك بأنك تتخاف وتتفقد الثقة ستطعمها ستعطيها القوة ستعطيها سألتك والممارسة والممارسة والذي تخاف ستتمرس مره الأولى والذي ومرة الثالثة ستعطيها وسألتك نقطة والممارسة والتركيز بمعنى بمعنى ότι تتجعل مشكلة والحق والرساسة التي يتم تعملها يمكن أن تتتمارس جداً و تركز و تستطيع أن تقيم تقيم الاولين والتي تقيم اخرين نعتبر ما ينتشر في الحديث نعتبر المشكلة نعتبر مشكلة تريد أن تتعرف كم عادة ومن أجت بعدي ومعني 50% و أحب هذا بأن يتعد الانسيحة عن تقاسم من قبل المحاضرات أو الجامعات أتضع الشباب والشابات أحب أن تتعرف عندما تتعرف أحد أجتب أجتب لن أجتب أجتب أجتبه مثل أجتب 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 توصيصي أجتب لن اجتب أجتب أجتبه و أخبرت أجتب لثقت في رأس القادر فأخبرت أجتب إليها ماذا نجحت إليها أن أجتب 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 انا بعد ذلك دو سمانة عشنو غندير غنهز التليفون غنعيد لسي امين قولي السلام عليكم سي امين الله يخليك ريندوس لانتخوتين وعرفتها سينا ما تتقبلش الله يخليك بغيت منك لك الممكن في عجالة تقولي يا تقييم ديالك لها تليقاء بيني وبينك كيفاش كان علش ما قبلتونيش عشنو كان خاصني وكل شي هذا غيرتك واحد لفيدباك هذه واحد الحاجزوين اللي خستكون عندنا في المجتمع اللي هي ايه في التواصل لفيدباك بالعربية تسمى التغذية الرجعية يعني كي رجعليك كي يوكلك من عندك ذلك ذلك الغوتو فيد من فودباك يرجعليك يرجع اللي فيدباك يرجعليك ان شنو ذلك الشي اللي قلتي وكل شي كنت فيه خاطئ لحوجة عش ما قبلك ممكن اللي بخي تنسيون صالة غيال طلب سوح التامان اللي غلي من ذلك الشي اللي مستعده خلص ممكن كين بباك صاحبي هذي ملن راكين كين الباك سمعوني مزيانة يا شباب كين الباك وكين باباك وكين صاحب باباك يعني كين نتوور كين كيف يستعد أنه البابك، والعائلة, وصلت على صاحب اببك يمكن أن يكون صاحب أمك يكون صاحب لا يوجد أن يكون صاحب وصاحب يوجد صاحب وإنصاب جميع الناس في المواد القضية يدعون الأخير المغرب يكون هناك ملابس في العالم كامل يوجد يدفع بابك عشان يوجد هذا في عالم كله ولكن إذا كنت قادر و عندك ما يتقال ستتخدم و عندك ما يفيد و عندك ما يفيد ستتخدم و ستتخدم لماذا ستتخدم؟ نحن الموضوع كانت تقيقة و بعد وزن الخدمة لماذا ستتخدم؟ لأن المارشي ممكن أن يكون واقف غير على صحب بابك غير على المعارف و لا بدأ خصوص الناس الذين يتخدموا و لا بدأ خصوص الناس متميزين و لكن انت تتخدم بابك يمكن أن تكون مشيفة لن تكون تنتاك لديك جريبة أنا سأحصل لك نعم حصل لك نعم حصل لك أنا سأحصل لك يا الله سيدي سكر الله أنا لا لدي لبابك أو لصحب بابك لا لدي لعائلة أو للنتوارك ستتخدم إليك و عندك ما يتقال و رأسك عامر و بروفيل جيد ستتخدم لماذا أنت واطق من رأسك كيف ستتخدم و ستتخدم أنا أخدمت و لا لدي صحب بابك و لا لديه آه مزيان أنا أخدمت و أخدمت من العشرة لليل الساة صباح يعني كنت أخدمها بالليل أه و جئت من فاس و منتاونات الفاس من فاس القاضاء و أخدمت و سهل الله سامين جئت من تاونات السيدي و أخدمت قريت فاس قريت فاس و جئت و أخدمت و أخدمت كيف ستخدم كيف ستخدمش من المسأل بأي الرحمن؟ من المسأل أشياء وما ساعملتني؟ كنت لدي الوظائر و أمثل من عملية الرحلة كنت لدي الوظائر للقراية في فرنصا الطالب الأسجار و لذلك تسعجبني من صغري لماذا سنعجبني كذا؟ من صغري يسعجبني كذا فإن كنت أقولي يجب أن أخي أصبح الأصغار سيكون أسهلاً كفر لا أفكر الأصغار ما هي القيامة لننتقل من المجموعات المرأة لك المجموعات المرأة لكي كيف تنظر ومعنى أين يمكن المأخباء تأتي خير في كدة أبادنا إذا كنت أريد للأشهر من البابا لا أبي أصبح الإنسان متقاعد أريد أن أريد أن أشهر من حدكم لا أريد أن أتعلي مرحباً يا لسعيد بحيد ما يريد لكي كنت من العيش لكن ليس جداً نتلقوا مع الناس في مراكش نتلقوا مع الناس في مراكش لأن هناك الكثير من المراكش يطلبون أكثر من طلبات يأتيون هنا يمكنني أن أقوم بزرد فينمو اليوم لدي أحد فينمو في لينسام لديه فينجينيو هنا في أحد أطراق الجديدة لديه السيستم نور البودكاست و كنت محاضرة في السلطات و كنت أعرف و كنت أحضرت معاك السيواء في عدده و البروفيسور و كنت أعرف من طرف الأطراق المسيرة الجامعة على رأسهم البرزيدون سعب الطيف و كنت أعرف البرزيدون و أحد المعلومة أعرفت البرح أن الجامعة الحسن الأول في السلطات فيها خمسين ألف طالب وباحث في سلك الدكتورة خمسين ألف جامعة كبيرة جدا و أعادة كبيرة جدا أنا استغربت أنا كان معاك أعادة سأقول لي أحداً خمسين ألف خمسين ألف خمسين ألف هذه مدينة صغيرة مدينة صغيرة خمسين ألف و كل عدد من الطلبة و هذا خمسين ألف سيكون متميزة أستاذ أمين كما نختم هذا البودكاست ميني بودكاست صغيرة أريد أن الشاب أو الشابة يخرج لي بما يفيد ثلاثة المعلومات أو أربعة أو الجوج كما يخرج الشاب كما يذهب إلى السوق العمل و يجب فرصة كما يذهب إلى السوق العمل يجب أن يعمل على رأسه يعمل على رأسك يعمل على رأسك تكوين قرأ اللغات تتعلم مهارات جديدة هادي اللولة والتانية و أحيد منك لأنا و أحيد من رأسك بأنك تتفهم كل شيء و تقوم بروفيل و تستفيد و تكون عندك لسونس ديكوت إداناليز لا تلبش العشرة على ذلك لغوك خيته لا تلبش العشرة على لغوك خيته لغوك خيته ديما تعلم منه اللي سبقك بليلة سبقك بحيلة ثالث الأشياء ثالث الأشياء تعلم بكيفاش تبيع رأسك واو هاد المهارة خطيرة جدا إذا كنت تبيع رأسك ستبيع لكل شيء إذا كنت تصعرف تبيع رأسك و عندك هذه التكنيكة لكي تبيع رأسك و هذا السيفي ديالك تشوف شنو هما الزاكس الكبار المحاول الكبيرة اللي انت مجتهد فيها و هادر عليهم بطريقة اللي غادي تكون مرينة و انفصلة مزيان و حاول ديما لغوك خيته اللي مقابل معاك تدوزلوا دي ميساج اندريكت بار اكزم غا يقول لك دوي على تسطاج غا يقول لها تسطاج دو ستو افيك اوني كيب و كان لدينا واحد شاف دي كيب دونك هنت في ترسيله بأنك نتا عندك نسب خي دي كيب تيمكن لك تانتقري اوني كيب هادو حواج اللي غادي يعاونوك باش زيد القدام و التوفيق للجماعة الكلام معك شيق الكلام معك شيق و معلومة جميلة جدا ان شاء الله سنكملوا في الموضوع في الحلقة القادمة كنتظر الاقتراحات دي لكم كنتظر شير دي لكم لايك دي لكم و مرحبا بكم مرحبا بكم مرحبا بكم مرحبا بكم اشتركوا في القناة و